أولا مولانا إيه اللي كان بميز مدرسة فضل الشيخ حمد الزامل رحمة الله عليه رغم من أن كان فترتها قصيرة يعني ست سنين بس يعني فترة من وقت اعتماده في الإزاعة حتى وفاته رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ حمد الزامل ولد في قرية من قرى المنصورة اسمها منية محل الدمنة ولد سنة 1929 في محل الدمنة دهي وبعدين لما كبر حفظ القرآن حفظ القرآن بس كان صوته حلوة قوي صوته منساب يعني لما تسمعه تحس بأنه لا يعاني وهو يقرأ ما بيبزلش منهود علشان يجيب اللي هو بيقوله ده صوته قوي ومعبر ولذلك سموه مصور المعاني القرآنية جميل اللفظ ده بيطلق ليه على القراء لما صوته وطريقته كأنها بتفسر صح الكتاب كأنه بيرسم لوحات من المعاني القرآنية فتعمل لك ألبوم صح ده ما قولنا بنستشعره في القراء المصريين أو في دولة التلاوة المصرية مش عند حد تاني ما هي مدرسة ما هي مدرسة يفسرون لنا القرآن وإحنا بنسمعه فعلا آه فحمد الزامل ده هو كان يحب الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله وكان منتمي إلى مدرسته أولا ثم بعد ذلك بدأ شوية شوية كده يبقى له برضو مدرسة خاصة فهو ولد 1929 ومات سنة 82 عنده 53 سنة يعني مات في عز الشباب مالحقش يعمل ختمة لكن كان موهبة فريدة وحفظ القرآن حفظا متقنا وابتدى يحضر في الليالي والمناسبات ويبقى صوته صوت شجي مرة الشيخ مصطفى كان رايح اسماعيل رايح في حتة علشان مسافر كده وبعدين سمع صوته من إحدى التجمعات فأمر السائق أن يقف ومش عارف مين ده قال الجادع ده هو ده ليه مستقبل هايل فهو كان يحب الشيخ مصطفى والشيخ مصطفى كان يحبه أيضا علشان أنه هو من مدرسته يعني النمط كان واحدا حفظ ولما بدأ الشهرة في محل الدمنة تشتهر شوية وبعدين في المنصورة نصح الناس أباه بأنه هو عيدة الزمن اللي عيدة كبيرة على فكرة وفيهم قراء كطار وعلماء أظهر كطار نصح أحدهم أبوه أنه هو ينزل بيق قاهرة عشان بقى يتعرف ويتشهر هنا يتعرف ويدخل المعهد الديني ويدرس شوية بقى كده في الأظهر وكده إلى آخر فنزل إلى القاهرة ويصادف أن المعهد اللي هو يروح فيه شيخ المعهد هو بقى فيه واحد خده قبل الشيخ المعهد بقى واحد خده من عندهم اسمه عوف بحبح واخد بالك الشيخ عوف بحبح وعوف بحبح كان بتاع تجويد وقراءات وكده وهو الشيخ الحقيقي اللي ناتج من تحت إيده حمد الزمن فراح مصر فتقع الخيارة بتاعته في إيد توفيق عبد العزيز الشيخ توفيق عبد العزيز كان شيخ المعهد فسمعوا انبهر بيه توفيق عبد العزيز ده مين علشان الناس يمكن تكون غيب عنها المعلومة ديه ده أبو قبل فضيلة أبو قبل فضيلة آه ما احنا عارفين كلنا قبل فضيلة اللي كانت يعني بتقول في الإزاعة البرنامج بتاع الأطفال كانت حريصة على نشر القيم طبعا قبل فضيلة هي اسمع فضيلة توفيق أخت محسنة توفيق توفيق ده مين؟ اللي هو توفيق عبد العزيز ده هو شيخ توفيق عبد العزيز اللي هو شيخ المعهد اللي أعجب حمد الزامل إعجاب كبير وشجعه إنه هو يستمر في الاتلاوة والتفرع للتلاوة لأن الاتلاوة مش مسألة سهلة دي عايزة مدومة على الحفظ عايزة مدومة على مراعاة أحكام التجويد وعايزة مدومة على القراءات وعايزة مدومة على الحفاظ على الصوت وعايزة بعد كده وقبل كده قضايا النغم اللي بتدي مزية في كثير جدا من الأحيان بتدي مزية للقارئ بتاعه نعم طيب رغم الشهرة دي كلها ورغم أيضا ما ذكروا عنه فضلة الشيخ عبد البسط عبد الصمد بأنه لا أحد يقرأ في وجود الشيخ حمد الزامل ولكن اتأخر ليه في الإزاعة ليه ما تقدمش للإزاعة عشان يطلق قرآن فيها إلا يدوب قبل ست سنين من وفاته ما قدمش ما قدمش واللي قدم له في الإزاعة الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ مصطفى هو اللي قدم الورق وقال لهم ده ده تلميذي يعني وصى عليه يقال إن كوكب الشهر المكلسوم كمان هي برضو أقنعيته إنه ضروري يقدم في الإزاعة هو كان فيه علاقة ما بينه وبينه مكلسوم وقالت الصد ده حرام إنه ما يصلش إلى الناس وتتمتع به فوسط الشيخ مصطفى إنه هو يعونه في هذا المنطفى ولذلك كان شيء لها هذا الأمر بس هو في الحقيقة تأخر أيضا حتى بعد نصيحة أمو كلسوم لكن هو قرأ في 40 أمو كلسوم مصبوط لما حصل بقى في طمايل زهير اللي هي القرية اللي منها أمو كلسوم لما ماتت كانوا البلد فرحانة بأمو كلسوم إنها إخونا خرجت من عندنا هنا فيبقى بيعتزوا بيها قوي فالعمدة كان اسمه حسن السيد بتاع طمان فعمل لها ميتم وعمل لها 40 ترجمة نانسي قنقر